نظمت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشرقة فعالية تحت عنوان مواقف منظمة لإسعادكم في مركز ضحارة وذلك لتسلط الضواء على أهم المبادرات والخدمات الجديدة التي تقدمها الإدارة لمستخدم المواقف العامة في الإمارة ضمن إطار استراتيجية بلدية مدينة الشرقة وتحديدا إدارة المواقف العامة في تطبيق أعلى معائل الجودة في الخدمات التي تقدمها تأتي مبادرة مواقف منظمة لإسعادكم والهادفة إلى الوصول لأكبر شريحة من المتعاملين في أماكن وجودهما فعالية اليوم هي عبارة عن مواقف منظمة لإسعادكم جاءت توجيهات من القيادة العليا في بلدية مدينة الشارقة لتعريف الناس بجهود الإدارة عندنا والاشتراكات التي تقدمها اليوم هي بداية وفي الخطة إن شاء الله أننا نقدمها في مراكز أخرى وفي مناسبات أخرى إن شاء الله طبعا من خطة البلدية وبرامجها المستقبلية أننا نواكب كل ما هو حديث في مجال التفتيش فإن شاء الله تعالى بيكون عندنا مفاجأة يديدة عبارة عن السيارة التي بالخلف هذه السيارة إن شاء الله عبارة عن التفتيش الذكي للمواقف إن شاء الله بيتوفر علينا كثير من الأمور وبتساعدنا على تهيئة المواقف وعلى أن تكون المواقف ميسرة للناس وضمن الفعالية تم توزيع مشورات توعوية للأفراد تعنى بأهمية تنظيم المواقف بحيث يحصل المتعامل بكل سهولة على موقف فضلا عن تقديم شرح كاف عن خدمات الإدارة وهو ما يحقق معدلات رضا عالية لدى الجمهور تقوم دارة المواقف العامة بتقديم العديد من الخدمات لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من جمهور المتعاملين توجد وسائل دفع يومية وأخرى موسمية وسائل دفع يومية تكون في النقود المعدنية البطاقات المدفوعة مقدما وخدمة الرسائل النصية القصيرة كما توجد الاشتراكات الموسمية تمتد من ثلاثة أشهر حتى ست أشهر وليسنة توجد الاشتراكات الشخصية والتجارية كذلك توجد المواقف المخصصة للمحالة التجارية وغيرها وتخضع للشروط والأحكام كذلك لتنظيم المواقف بشكل عام في الإمارة الشارقة إدارة المواقف العامة عمدت إلى تقديم فعالية مواقف منظمة لإسحادكم حرصا منها على إيصال رسائلها التوعوية وخدماتها لأكبر شريحة من أفراد المجتمع وهو ما يعكس توجهات الدولة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في إسعاد متعامليها بشطة الطرق وتقديم خدماتها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الرضا لديهم